اشتركوا في القناة ريزر 5G طبعا حاطين هنا علبة كأنها علبة النظارات عندنا المانيول وعندنا الشاحن في سماعات وصلة لسماعات الأذن إلى USB Type-C بالإضافة إلى كابل يلا نبدأ نطلع هذا الهاتف موجود عندنا سبيكرز وعندنا منفذ USB Type-C هو نفسه منفذ السماعة ومنفذ الشاحن شريحة يقبل نانو سيم كارد موتورولا لمكان البصمة وعندنا الكاميرا الخلفية وعلى فكرة فيه كاميرا أمامية جهاز فلاقشيب لكن بنفس الوقت نحيف جدا أعطى حزة شوفهم من الخلف تشتغل الشاشة نفسها نفسها الريزر من الشكل الخارجي زي ما قلت لكم الشاشة قابلة لطي الجميل الصوت هذا حجم شاشته 6.2 بوصة نقارنه مع حجم شاشة الآيفون 11 برو فهي أكبر إذا ثنين الجوال نصف حجم الآيفون 11 برو الشاشة اللي موجودة على الغلاف تطلع لك النوتفكيشن وتشغلي الكاميرا هذه هي الكاميرا زي ما تشوفون الشاشة هذه مقاسها 2.7 بوصة من مميزاتها أني أقدر أفتح التطبيقات اللي أبغاها على سبيل المثال خلونا نفتح تطبيق اليوتيوب سواء أنت تبغى تبحث باللغة العربية أو تبغى تبحث باللغة الإنجليزية أو تبغى حتى تحديث لكل التعريفات أقدر أرد على الرسائل في تطبيق الموتو تطبيق هذا من مميزاتها في إيماءات في بعض الحركات للهاتف الموتو أنا أسوي كده مرتين وعلى طول يشتغل الفلاش زي ما تشوفون أسوي كده اشتغلت الكاميرا الكاميرا 48 ميجابيكسل ومن الداخل أيضا في كاميرا للسيلفي اتصال عالي السرعة الجيل الخامس 700 وكم و 63 ميجا في الثانية يعني بأوريكم هذا اشتراك فيبر سرعته 200 وأنا حملت لعبة بوب جي راح أعرض لكم فيديو كيف وأنا ألعب بالجهاز وكيف الجهاز يتفاعل مع اللعبة بدون تعليق وبدون حرارة كثير من هواتف القابلة للطي لما تغلقها زي كده ما تنقفل 100% عاملين عليه اختبارات لو تستمر خمس سنوات يوميا تفتح وتسكر فيه مئة مرة ما راح يجي الجوال أو الشاشة أي مشاكل تذكر فيه ميزة الـ NFC أو الدفع قريب المدى تسوي كده تسوي كده وتشتغل 1000 تسوي كده اشتغلت الكاميرا على طول بطارية الجهاز 2800 ميلي امبير نظام التشغيل هو الاندرويد النظام رقم 10 الهاتف متوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 5999 ريال فقط طبعا راح تحصلونه في STC ممكن الواحد يطلب على الفاتورة ويكون بأقصاد شهرية موجود في اكسترا جرير فيرجن ميجا ستور هذه هي مراجعتي كاملة لهاتف موتورولا ريزر 5G اتمنى اني افدتكم بقية التفاصيل تلقونها في الديسكريبشن اسفل الفيديو وهذه اطيب تحية كنت معكم انا طارق الجاسر وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة